نبدأ الآن في موضوع الصخور الرسوبية موضوع الصخور الرسوبية الحقيقة من المواضيع المهمة جدا في عمل هندست النفط خصوصا يعني وتركيزنا الأساسي راح يكون على نوع أو على هذا النوع من الصخور الصخور الرسوبية قبل الآن نبدأ في هذا الموضوع قدنا تصنيف الصخور مثل ما أخذناه التصنيف اللي راح أتكلم عليه الآن يعتمد على المواد اللي كونت الصخور بالنسبة للصخور النارية أي المواد ناتجة من تعريت وتجوية الصخور القديمة لظاهرة على السطح الميتامورفيك روكس اندر هاي تيمبريتشارز اند برشارز ان ديب كراست ناتجة او السورس ميتيريال زمالتها اللي هي الصخور اللي تكون تحت ضغط وحرارة في أعماق الأرض لاحظ إذا صار ذوابان تتحول لها صخور نارية بس إذا ما صار ذوابان مجرد تحول داخل معادن فراح تكون صخور متحولة البروسس او العمليات اللي شكلت هاي الصخور يعني عرفنا المواد بالبداية هذا الجزء عرفنا المواد اللي تكون منها الصخور اللي تكونت الآن العمليات اللي كونته كريستليزيشن صولدفكيشن أوف ميلت يعني عملية كريستليزيشن مثل ما شرحناها وعملية تصلب صولدفكيشن للصهير بالنسبة للصخور رسوبية سديمينتيشن باريال اندليتفكيشن دفن وترسيب ودفن اللي قلنا باريال او كومباكشن اندليتفكيشن والتصخر اللي كان بالنسبة للصخور المتمورفك ريكريستليزيشن دوتو هيت براشار او كيميكال اكتيف فلوز اذا نتيجة عادة التبلور نتيجة الحرارة والضغوط والمحالي الكيميائية النشطة نجي الآن الى شيء ثاني اللي هو دولة الصخور بالطبيعة اللي شرحناها في محاضرة قلنا نبدأ من الماقمة اذا تعرضت الى كولينج سولدفكيشن كريستليزيشن هي هاي العمليات راح تكون للإقنياس روكس إذا تعرضت الى هيت اندبرشار راح تطيني متومورفك روكس اما اذ راح تطيني متومورفك روكس الماقمة والدور العملية دائما مع الزمن وتجدد الارض اما في مكان عرفنا كيف تتولد قشرة جديدة في مناطق وكيف تنتهي في مناطق مثل ما راح نشوف هذا هو تحليل او تشريح الارض الكراست اللي تكون كونتيننتل وتكون اوشانيك الابر مانتل الاسثينوسفير وعندنا اللاور مانتل وتكمل بعدين الباقي الاوتر كور والانر كور وهي المانتل ها هي تفاصيل الجبة واللب الخارجي واللب الداخلي والقشرة المحيطية والقشرة القريلة المكونات الكراست بالاعلى وعندنا طبقة الاسثينوسفير اللي تحرك عليها المكونة لسطح الارض اهم عناصر اللي شرحناها لاحظ هنا هاي المنطقة تكون عنده منطقة اللي هو او نسميها دائما كمختصر اللي تتكون في سلسلة جبلية تتكون نتيجة البراكين والنشاطات لتكوين قشرة محيطية جديدة فراح تبدي الارض هنا يعني تتولد قشرة جديدة وتندفع القشرة المحيطية القديمة الى ان تجي الى مناطق نسميها فيتكون عنده هنا من الصفيحة النازلة اسفل القشرة القارية لاحظ هنا هنا هذا التصادم ما بين هاي الصفيحة وما بين هاي البلايت راح يتكون لي الكونفيرجنت باوندري ويصير عنده اللي هو الغطس او الغوران تبدي هاي الصفيحة تغور اسفل الصفيحة اللي قابلها لاحظ هنا حسب الوزن والمثل ما عرفنا القشرة المحيطة تكون من البزلط البزلط اللي هو الكفافة مالتها اعلى من القشرة القارية فتبدي تغور بالاسفل هاي الكونتيننت الكراست او القشرة القارية طيب الان نلاحظ بالصورة الثانية لاحظ هنا هاي هي منها تتولد القشرة المحيطية هنا نزلت اسفل القشرة محيطية احدث منها دائما القشرة القديمة تكون كثافتها اعلى فتبدي تنزل اسفل القشرة الان صار عندي دايفرجنت بلايت باوندري اوشانيك اوشانيك كونفرجنت بلايت باوندري اذا التصادم صفيحة محيطية مع صفيحة محيطية وبدأ عندي الغوران والسبدوكشن زون الان عدي كونتيننتل تو اوشانيك كونفرجنت لاحظ هنا من هاي الجانب الصادمت مع قارة فنزلت باتجاه الاسفل وغارت اسفل القارة هنا عندي كونتيننتل كونتيننتل كونفرجنت لاحظ هنا كيف تصادمت قارتين هنا دايفرجنت بلايت باوندريز هنا عدنا هنا دايفرجنت بلايت باوندريز هذا اهم المواضيع اللي مرينا بيها وناقشناها خلال محاضرات السابقة الجزء الثاني نبدي باهم مبادئ قياس وتحديد العمر النسبي احنا عدنا لقياس العمر للصخور عدنا طريقتين طريقة العمر المطلق اللي تعتمد على النظائر المشح وهي خارج اختصاصنا ولكن عدنا طريقة تحديد العمر النسبي نحدد من الطبقة الاقدم من الطبقة الاحدث عدنا اول شيء اول علاقة اللي هي السوبر بوزيشن او اول مبدأ بعدين السوبر بوزيشن عرفنا ان الطبقة الاقدم دائما تكون بالاسفل والطبقة الاحدث فوق يعني كل ما ننزل الاسفل كل ما نتجه باتجاه طبقات اقدم لاتر الكونتينيوتي هذا المبدأ يقل لي ان الطبقات بالحق الترسيبة مستمره افقيا يعني اذا اجيت هنا بها الطبقة هاي لقيت هنا في هذا المكان فان راح اعرف ان هاي الطبقة مستمره الى نهاية الحوض الترسيبي هذا نسمي الانكلوجينز الانكلوجينز دائما اذا عند طبقتين ولقيت اجزاء من هاي الطبقة موجودة بالطبقة الاعلى منها فالطبقة اللي تحو اجزاء من الطبقة تكون احدث منها يعني هاي الطبقة راح تكون احدث من الطبقة الاسفل منها دائما اذا تحو ملوثات او اجزاء من طبقة معينة فتكون احدث منها يعني اذا كان عندي خلن نختار غير اللون حتى نبين خلن نفرض انه عندي طبقة هاي باللون الازرق هاي الطبقة الثانية باللون الاحمر خلن نفرض انه الطبقة هاي اللي باللون الازرق احتوت سخور باللون الاحمر فالحالة هاي راح تكون هاي الطبقة اللي باللون الازرق احدث من الطبقة اللي باللون الاحمر يعني اذا احتوت ملوثات من الطبقة فتكون احدث منها هذا المبدأ اللي ينسميه ان الطبقات كلها تترسب بالبداية بصورة اوفقية اذا ما تعرضت الى اي تشوه او ضغط تكتوني او غير شي فدائما الطبقات تترسب بالبداية بالحوض الترسيب بشكل اوفقي crosscutting relationship اللخصها بالعلاقة التالية ان القاطع احدث من المقطوع يعني اذا مثلت هاي عنده طبقة وضربها فالق فالق دائما القاطع احدث من المقطوع يعني الفالق احدث من الطبقة فصل succession او الفصل succession اللي هي انه التتابع الكائنات الحقيق حسب التطور والكل كان عمر ويعني المتحجرات اللي موجودة في طبقة كل متحجر يحدد لي عمر معين الحاضر المفتاح الماضي مثل ما حجينا عنه original horizontality sedimentary layers are deposited in a horizontal or near horizontal position اذا طبقات تترسب افقيا او قريبة من الافقي superposition younger sedimentary beds occur on top of older beds unless they have been overturned or faulted انه الطبقات تترسب بالتعاقب بحيث الطبقة الاقدم تكون بالاسفل وبعدها الاحدث منه ترسب طب وهكذا اذا ما حدث اي تشوه crosscutting relationship any geological feature any geological feature that cuts another geological feature is younger than the feature that it cut القاطع احدث من المقطوع الطاع بالترسيب يعني تحدث فترة انقطاع بالترسيب خاصة في الصخور الرسوبية تكون فترة انقطاع بالترسيب هذا السطح طبعا او سطح ال inconformity مهم جدا عندنا بالنفط لها عشان تكون دائما النفاذية بيعالية اكو موجود او حصى موجود مثل ما راح نشوف هذا يسبب بالقال يكون أو تغير بصفات الطبقات خلال الحفر ايضا الى اهمية بتحديد الزمن للسخور وتغيير نوعيتها او الوضعية التركيبية انها مثل ما راح نشوف فالالان ديسكونفورمتيز عدنا اول شي ديسكونفورمتي اول نوع ثلاثة انواع تكون طبعا اول نوع ديسكونفورمتي ايضا ايضا تبدو الصخور في عمر متتابعة في اعمار معينة ورأسا ينصر عند القطاع وتستمر الطبقات افقية على وضعيتها لاحظ هنا هاي مرحلة ترسيب عندي ترسبت عنده هاي الطبقات هذا هنا سطح حوث ترسيبي اتعرضت المنطقة الى ارتفاع احنا بالنقطة عندي ارتفاع بدت تعريش شوف هاي الطبقة هاي تعرت هنا اختفت واجه سطح تعريه بعدها من جديد صار عندي ديبوزيشن تعرضت المنطقة للخفاظ وبدت تترسب من جديد هذا الفقدان اللي عندي اللاحظ هنا واجه الطبقات الثانية ترسبت فتكون بهالشكل هذه التتابعات الطباقية اللي عندي لاحظ هنا هاي المنطقة هي منطقة فقدان الزمن الجيولوجي خلال هاي المرحلة اللي ما نعرف ايش قد طيب نوع الثاني الانقلر انكونفورميتي انقلر انكونفورميتي ان انقلر انكونفورميتي ان انكونفورميتي اذا لاحظ هنا شن اللي صار بالبداية ديبوزيشن طبقات راح صار عندي ابليفت وصار عندي تلتين ضغط منه فمالته بطبقات بعدين رجع انخفض الحوض الترسيبي من جديد واجه بدأ الترسيب هنا لاحظ هنا تبدي طبقات افقية يعني الاسفل تكون مائلة وبعدين تجي فوقها طبقات افقية طبعا هذا النوع مهم جدا عندنا بالمصائد النفطية مهم جدا هذا الانقلر انكونفورميتي نسمي النوع الثالث النوع الثالث نونكونفورمتي لا توافق نونكونفورمتي is an erosional surface on igneas or metamorphic rocks which are overlai by sedimentary rocks اذا دائما طبقات من صخور نارية او متحولة تعلوها صخور رسوبية اي لا توافق اختلف عندي نوع الصخور هنا كليا اما نارية او متحولة والاعلى منها تكون صخور رسوبية لاحظ هنا لاحظ هنا صار اختحام عدلي الماقمة بعدين صار عده uplift صخور رسوبية ينضعيفة تعرضت الى تجوية وتعرية زالت بعدين رجعت انخفضت المنطقة بدأ ترسيب طبقات جديدة لاحظ هنا عندي طيب هنا اذا نلاحظ منه الاقدم طبعا لاحظ هنا منه يحتوي الملوثات هي الطبقة الرسوبية اذا الطبقة الرسوبية احدث من الطبقة النارية هاي بعض التمارين اللي ان شاء الله راح ناخذها بالعمل خلال العملية تاخذونها اللي هي ترتيب الاقدم والاحدث لاحظ هنا نطبق القواعد هنا منه الاقدم هنا في هذه الصورة اريدك تجي تعيد رسمها وتحسب لي منه الاقدم ومنه الاحدث في هذا المقطع هذا المقطع ايضا تجي ترقمه مثل اي بي سي دي او واحد اثنين ثلاثة وهكذا وتعيين لي منه الاحدث ومنه الاقدم وتعيين لي انواع اللي موجودة هنا وايضا هنا ردك تعيين لي انواع هنانا وهنانا انواع اللي موجودة بالصورة سيديمنتل روكس سيديمنتل روكس هي من الصخور مثل ما قدنا المهمة في النفط فورميشن اف سيديمنتل روكس انفورز بروسس اذا تكوين الصخور الرسوبية يشمل عمليات سورس روكس صخور مصدر قد تكون نارية متحولة او رسوبية قديمة تعرض الى واذرنج التجوية بعدين تبدأ عملية الاروجين اللي هي ترانسبورتيشن وتنقل من مكانها بعدين تروح الى مكان اللي هو مكان الترسيب بعدين تجي عملية الديجينسيس اللي حيتينا عليها واللي تكون للصخور بروسس انفلونسينج the earth's surface اهم العمليات اللي مؤثره على سطح الارض اللي هي اقلنا الستيرنال اللي تشمل وهالا المرات الانواع الجوية والطقص والمناخ والانتيرنال بروسس اللي هي العمليات الداخلية لدورة السخور بالطبيع اللي حيتينا عليها بالنسبة للكستيرنال عندنا الستاتيك بروسس وعدنا الديناميك بروسس الستاتيك تشمل weathering process أي أن الصخور تتفتت في مكانها فتكون عملية ستاتيك ما بها نقل وحركة وديناميك الاروجين بروسس هي عملية النقل والعملية الديناميكية بالموضوع الوذرينج بروسس لاحظ هنا process essentially due to the climatic condition إذن هي عملية تفتيت للصخور نتيجة العوامل المناخية types of weathering process physical weathering تجوية الفيزيائية chemical weathering والbiological weathering ما يهمنا الآن physical والchemical biological هي تأثير النباتات وجذور النباتات وتأثير نشاطات الإنسان والكائنات الحية الأخرى فمو موضوعنا physical weathering the physical weathering effects the rock surface by the following actions إذن بالعوامل التالية thermal action وال gravitational action و freezing action thermal action نتيجة اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار نعرف النص الخور متكونة من معادن مختلفة كل معادن كل معادن إلى معامل تمدد وتقلص يختلف فتجمد بالليلة خاصة في المناطق الصحراوية والحرارة العالية صباحا خلال ساعات النهار راح تأدي إلى هذا الاختلاف تأدي إلى ظهور تشققات بالصخرة وسطوح ضعوف ثم يأدي إلى تفتتها وتكسرها gravitational action سقور من تسقط من الأعلى للأسفل خاصة على المنحدرات الجبلية راح تبدأ تكسر نتيجة تأثير الجاذبية فتبدأ تكسر وتتفتت freezing action المياه عندما تدخل الفجوات أو الشقوق اللي بالصخور من تجمد المياه راح يكبر حجم المياه تتمدد فتأدي إلى توسع الشقوق وتأدي إلى ضعف الصخرة وتفتتها chemical weathering chemical weathering اللي هو النوع الثاني من التجوية فالcarbonation اللي هو تأثير يعني CO2 اللي بتجويد تحد مع H2O فيكون لحامض الكربونيك ال HCO3 هذا حامض الكربونيك إلى قابلية على ذابة الصخور الكربونية وخاصة صخور الكارسايت اللي هو وتأثير النسبة بال dolomite وباقي الصخور الأخرى الـ هو الزنجار من السطح الحديدية اللي هي السطح اللي بها يعني عنصر الحديد راح يبدي يظهر عندنا الرست أو الزنجار هذا اللي موجودي أدي لأتفتت الصخور الزنجار F-E-E rich minerals in the air surface producing free F-E-2 أو free معدن as rust or or hydrolysis أو اكتساب جزيئات الماء combination of the H2O with mineral resolution in their disintegration or producing another minerals عدنا مثلا اللي هو مثل ما عرفنا سابقا اللي هو الـ CSO4 السف الـ CSO4 من اللي هو معدن انهايدرايت من يكتسب جزيئة الماء تحول لها 2H2O تنضاف لها فيتحول لها جبسم هذي جبسم طبعا يتمدد ويكبر فيفتت الصخور الضافة لان يكون أضعف ها بالإذن بعض الصخور الملحية مجرد ما تعرض للمياه تبدي الذوب هاي المعادلات الحقيقة اللي يعني مرة عليكم أعتقد بالكيميا اللي هي chemical أو ممكن يتفكلك إلى جزيئة أوكسي هيدروجين وجذر البايوكربانيت وعندنا السليوشين أو كالسايت من التحد مع ال HCO3 فراح ينطيني جزيئة كاليسيوم والبايوكربانيت دعو بعد الكالسايت أيضا هذا نفس المعادلة chemical weathering أو فلدس بار فورم تفور الكلي مينارز هنا تتكون فلدس بار معادن فلدس بار شو نتكون للمعادن الطينية طبعا موضوع مهم جدا إن شاء الله نتوسع به بالكورس الثاني اللي هو كيف تتكون عندي المعادن الطينية وشلو تأثيرها على إنتاج النفط وشلو تأثيرها بالمكمة النفطي هذا الكالسايت اللي هو الكلسا الأورثوكليس هنا عندنا التفاعلات اللي راح تجري وراح يكون للمعادن الطينية و وغيرها ها هي المعادلات اللي عندنا هذا كلمعدن نواتج التجوية لأغلب المعادل في الدسبار ينطين كلي منيرالز تطين الكلي منيرالز عدي تطين الكلي منيرالز الكوارتز ينطين الكوارتز أو السان أو أنسلت هسا راح نجي يشوف شون الكالسايت يطين عيونات الكالسيوم وآيونات اللي موجودة بالمياه واسباب عسرة المياه وغيرها هاي هي التفاعلات هنا بالمخطط كيف تخترق التربة المياه المشبعة بحامض الكالبونيك وشنو اللي تأديلي تأديلي إذا كانت طبقة لكالبونات الكالسيوم بها شقوق راح تأديلي لتتكون الكهوف نتيجة إذابة كالبونات الكالسيوم وتتكون ما نسميه بالأنهار الباطنية وعدة تفاصيل جيمورفولوجية أو لشكل الأرض خارج نطاق دراستنا حالية هاي نتيجة التجوية تنشأ لبعض التراكيب أو لانفورمز أشكال أرضية اكسفولييشن التورق اللي نشوف تورق بالصخور تكون مقشرة الصخور كراكينج تشققات سكرينج تالوز اللي هي القطع الصخرية اللي أسفل منحدرات تتجمع في الشكل هذا المودفلوج جريان الطيني والكهوف والستاريك تايتويست استاريك موالة الأشكال اللي موجودة بالكهوف الهوابط والصواعد والتشققات المحاليل أنه نتيجة الإذابة توجد تشققات المحاليل وأخيرا اللي هي التربة السويل وهي من أهم النواتج لبعض الأقسام وتخصات تكون أولوية في دراستهم النوع الثاني قلنا الأول اللي هو النوع الثاني اللي هو الإيروجين الإيروجين اللي هو نقل مخلفات التجوية فأما تنقل بالرنينج ووتر أو بالويندز طبعا الإيروجين يعني التعرية الويندز يعني الرياح أما بالمياه الجارية أما بالرياح أو بالأمواج البحرية أو بالقلاع أو نتيجة الثلاجات الكتر الجيدية اللي تسير وتنقل معها نواتج التعرية هاي الأساس وحمليات والويندز والمارين ويفز وال لاحظ هنا كل ما نكون قريبين من مصدر الصخور نشوف الحجم ما للفتات لاحظ هنا بعدين تبدأ تنقل كل ما طبعا كل ما السلوب أكثر كل ما طاقة الوسط الناقل يعني سرعة المياه والناقل هاي تكون أكبر فيكون حجم الكتلة اللي تحملها المياه أكثر كل ما اللي بتعد لاحظ هنا تبدأ بعدين وبعدين يبدأ يتكون عندي الكلي قريب من المناطق البحرية لاحظ هنا يعني نحن بالعمارة عندنا سلت وكلي لأن نحن بعيدين عن المصدر في حيث ما تيجي بتجاه الشمال مثلا راح نلقى الصخور الكبيرة موجودة الصخور الرسوبية ثلاثة أنواع رئيسية أو الصخور الفتاتية وال كيميكال روكس وال بيولوجيكال أو بايوكيميكال روكس detrital rocks detrital sedimentary rocks are formed from weathered and eroded reminds detritus of bedrock إذن هي تتكون من بقايا أو تجمع بقايا الصخور المفتح تنتيجة الweathering detrital rocks are also often referred as terigenious clastic rocks إذن هذا الاسم حين نطلق عليه terigenious because they are composed of clast broken pieces of mineral derived from the erosion of the land طيب أهم ما موجود عندي بالصخور الفتاتية اللي موجودة عندي لاحظ هنا اللي هي الجلمود اللي موجود وال اللي هو حصى ولكن يختلف بالحجم عن اللي موجود عندي بعدين من لاحظ من 256 مليم القطر للحبيب بنسمي بولدر من 126 إلى 64 يكون الكوبل من 64 إلى الاثنيين مليم مثل الببل أو الحصن ناعم هذ كلها نسمي طبعا هذا نادرا ما يكون بالمكامل النفطية ولكن خلال الحفر راح نمر بتكاوين بها وقد يكون بها أمور وتفاصيل أخرى من راح نجي نشتغل بالنفط راح نشوف ها من الاثنيين مليم إلى الواحد على 16 مليم ينطيني الساند العفو الساند أو الرمل الكوبل والرمل أهم شي عندنا بالنفط هو الساند وعندنا الكلي طبعا الساند والسلط هي تقريبا يعني فرق بالحجم ودائما مترافقات سوى ولكن الكلي بمشاكل أو مشاكل اللي موجودة مشاكل نفاذية و يعني تفاصيل هو إن شاء الله مالت هسن سولف بيها ولكن نخليها بانا ورح نشرحها تفصيلا بالكورس الثاني إذن دائما من الكلي اللي هو واحد على 256 أصغل من واحد على 256 يتكون الحبيبات مالتة كيف نصنف هاي طبعا عندنا سية مناخل رح تشوفونها بالمختبر كل منخل إلى قطر معين حسب التصنيف اللي موجود عنده هنا وراح نبدي نثبت على هزاز ونخلي التربة هنا أو النموذج هنا ونبدي نوزع بالحجم فنعرف النسب إجقد عندي توزيع النسب لكل نوع من هاي المواد أو الأقطار اللي موجودة الكيميكول سيدي من تلروكس النوع الثاني تشمل اللي هو CACO3 أما يكون كريستالين أما يكون كريستالين أو أنه بلورات متكاملة تنشئ بلورات الكلسايت أو يكون OOLITE على شكل دوائر من الطين الجيري أو الكلسي بحركة الأماش فتكون دوائر متجمعة هشوفونها في المختبر إن شاء الله دولومايت أي MGCO3 باي 2 اللي ذكرنا معدن دولومايت ويكون كريستالين أيضا بلورات وبالنسب للإيضوبرايت الصخور المتبخرة تكون نوعين أما الروك سالت أو الجيبسوم روك جيبسوم اللي هو C-A-S-O-4-2-H-T-O اللي هي متكونة من معدن الجيبسوم مثل ما قلنا والروك سالت الأنسيال متكونة من معدن هلايت اللي عرفنا بالمعادن والشيرت الحجر الصوان المعروف S-I-O-2 سيليكة كريستالين أيضا بلوري البايوكيميكال سيديميتر الروكس اللي هي تكون من البقايا الكائنات الحية بخاصة الأصداف اللي تكون أما اللايمستون أيضا عندنا صخور اللايمستون ولكن أصلها بايوكيميكال أو نصنفها C-A-C-O-3 أيضا كالسايت اللي هو الكلاستيك اور كريستالين قد تكون قطع متكسرة وقد تكون معادة تبلور والشيرت الـ S-I-O-2 أيضا يكون أحيانا نتيجة بايوكيميكال أكشين كريستالين نتيجة أشواك الكائنات الحية ونشاطاتها هاي هي تصانيف الأساسية للصخور الرسوبية وعرفنا عصلها كيف تتكون تتكون من الوذرينج للصخور السابقة بعدين ايروجين بعدين تبدي تترسب تكون عندي بيئة ترسيب بيئة ترسيب راح تكون لنوع من الصخور صخور فتاتية أو المواد الذائبة داخل المياه اللي تبقى ذائبة خاصة مثل ما عرفنا عندي راح ينصر يبدي موجب فهذا يجمع يقول للصخور أما تكون أو تكون بايو كيميكال تاخذها لأحيا وتستخدمها في إنتاج أصدافة